لمنظمة السياحة العالمية هذا الوقت العصيب كان نتيجة عدوان إسرائيلي غاشم ومستمر على أهلنا في قطاع غزة مما أدى إلى انخفاض المؤشرات المتعلقة بالقطاع السياحي وتحديدا في المملكة الأردنية الهاشمية وعندما نتحدث عن مؤشرات نتحدث عن انخفاض ملموس في عدد الزوار ونتحدث عن انخفاض في الدخل السياحي باسمكم جميعا وباسم المملكة الأردنية الهاشمية السياحة في الأردن هي محرك رئيس للاقتصاد الكل وكنا نتحدث عن نسبة عالية خلال عام 2023 وصلت إلى 15.6% مساهمة القطاع في الاقتصاد الكلي مر علينا بعد هذا العدوان انخفاض في شهر أكتوبر الماضي وشهر نوفمبر الماضي وشهر ديسمبر الماضي اليوم ربما بدأنا في مرحلة التعافي فيما يتعلق بلغة الأرقام سيدي بأن الأردن بلد قوي بلد منيع ونتحدث عن قطاع سياحي أيضا منيع ومرن وإذن الله سيكون سريع التعافي وشهر ديسمبر الماضي في المدلسط الماضي في المدلسط الماضي لم يحدث في مدلسط المالي كما يحدث في المدلسط المعيش السميسي يعمل ومن الشيء يعمل ليه جيد لجهاتي لتدرجة جديد وطاقاتي وطاقاتي لأهتمام المتالي وأنا أكبر أنه يوجد همهما ولكننا نعمل كل جيد لتصفحة وقفحة مهتمام المشروع ولكن مع المتالك يجب أن يكون هناك العالم. إنه سيكون قد تفعله. وأنا أعتقد أن هذه الأشياء سيكون سيحدة. المناطق لدينا مؤخفى الكثير من المتجميع من فيها . ومن المنسية لدينا مستمتزة المترجم للعضة ومسيطرة من ايضاً مجتمع تنسيب في التعامل على شهر للعضة على المستقبل والعضة عن المستقبل وغفرنا في المستقبل في ارجوان. نحن هنا لكي نحتاج إلى المستقبل في الناس وخلفنا مستقبل ترجمة نانسي قنقر